بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرتلين أحباء الأعزاء مرحبا بكم في قناة التعليمية تعلمية اليوم إن شاء الله سوف ننجد تمارين الصفحة 65 من كتاب المرجع في الرياضيات المستوى الثالث ابتدائي أراد بائع وضع 48 بيضة في علب تسع كل واحدة ستة بيضات إذن هذا البائع لديه 48 بيضة وضعها في علب كل علبة تسع ستة بيضات أستعين بإحدى الطرق المعتادة لحساب عدد العلب اللازمة وعدد البيضات الباقية كيف هو الخارج؟ لماذا؟ إذن نبدأ بحساب عدد العلب اللازمة إذن البائع لديه 48 بيضة أراد أن يضعها في علب يعني تسع كل واحدة ستة بيضات إذن سوف نكتب 48 يساوي ستة في كم زائد كم إذن دائما أعتمد جدول الضرب هو أسهل طريق يعني أنني أعتمد على الضرب أرجع إلى جدول الضرب العدد ستة إذن ما هو العدد الذي يضرب في ستة ويساوي 48 أو قريب من 48 ستة في سبعة 42 ستة في تمانية 48 إذن ستة في تمانية ستة في تمانية 48 إذن زائد كم يساوي 48 واربعون زائد صفر إذن ما هو عدد العلب اللازمة هو ثمانية عدد البيضات الباقية صفر كيف هو الخارج الخارج مضبوط لماذا؟ لأن الباقي صفر أتأكد من صحة كل متساوية وأصحح الخاطئ منها 77 يساوي تسعة في تمانية زائد أربعة إذن تسعة في تمانية يساوي 72 زائد أربعة إذن 72 زائد أربعة يساوي 76 وهنا العدد 77 إذن هذه العملية خاطئة إذن خاطئة أين يكمن الخطأ؟ الخطأ يوجد في الباقي تسعة في تمانية يساوي 72 ولدينا 77 إذن 77 ناقص تمانية في تسعة يساوي 72 إذن 7 ناقص اثنان خمسة 7 ناقص سبعة صفر يعني الباقي خمسة وليس أربعة إذن ناقص سبعة وسبعون يساوي تسعة في ثمانية زائد خمسة إذن تسعة في تمانية اثنان وسبعون زائد خمسة يساوي سبعة وسبعون خمسة وثمانون يساوي تسعة في عشر زائد صفر تسعة في عشر يساوي تسعون وهنا لدينا خمسة وتمانون إذن هذه المتساوية خاطئة إذن خمسة وتمانون يساوي تسعة في إذن تسعة في عشر تسعون ولدينا العدد أصغر من تسعين إذن تسعة في تسعة زائد كم إذن تسعة في تسعة تسعة في تسعة يساوي واحد وتمانون إذن واحد وتمانون سوف أنقصها من خمسة وتمانين إذن خمسة ناقص واحد اربعة ثمانية نقص ثمانية صفر. اذا تسعة في تسعة يساوي واحد وتمانون واحد وتمانون زائد اربعة يساوي خمسة وثمانون. جو كومبلت لزيغالي تيس وفونت. اتمموا المتساويات الاتية. تسعة وخمسون يساوي خمسة في مادة زائد تسعة. اذا هنا لدينا يعني الباقي تسعة. اذا زائد تسعة يعني تسعة وخمسون ناقص تسعة. تسعة ناقص تسعة صفر. خمسة ناقص صفر. خمسة. يعني خمسون. اذا خمسة في مادة نضربه? ويعطي خمسين. اذا خمسة في عشرة بكل سهولة. خمسة في عشرة. خمسون زائد تسعة يساوي تسعة وخمسون. سيكونت ناف ايجال سانك فوا ديس بليس ناف. سبعة واربعون يساوي خمسة في زائد. اذا دائما نرجع الى ترب. يعني العدد خمسة. خمسة في مادة يعطينا هذا العدد او عدد قريب منه. ونحن نعلم ان يعني المضاعفات العدد خمسة لا يوجد فيها العدد سبعة. دائما تكون خمسة صفر. اذا خمسة في اه خمسة خمسة وعشرون. خمسة في ستة ثلاثون. خمسة في سبعة خمسة وتلاتون. خمسة في تمانية اربعون. خمسة في تسعة خمسة سبعة واربعون. ناقص خمسة واربعون يساوي سبعة ناقص خمسة اثنان. اربعة رتب ياسين تسعة وخمسين سيارة في تسع علب إذن ياسين لديه تسع علب أراد أن يرتب فيها تسعة وخمسين سيارة السؤال كم سيارة وضعت في كل علبة هل تم ترتيب كل السيارات في العلب إذن كم سيارة وضعت في كل علبة هنا سوف نقسم تسعة وخمسين على تسعة يعني سوف نرجع لضرب العدد تسعة إذن تسعة وخمسون يساوي إذن تسعة في كم زائد إذن ما هو العدد الذي يضرب في تسعة ويعطي هذا العدد أو عدد قريب من تسعة وخمسين إذن نرجع لضرب تسعة إذن تسعة في خمسة خمسة وأربعون تسعة في ستة يساوي أربعة وخمسون هو القريب من هذا العدد إذن تسعة في ستة تسعة في ستة يساوي أربعة وخمسون إذن نطرح أربعة وخمسين من تسعة وخمسين لنعرف الباقي اذا تسعة في ستة اربعة وخمسة سوف نطرحها من تسعة وخمسين. اذا تسعة ناقص اربعة خمسة. خمسة ناقص خمسة سيفا. اذا الباقي خمسة. اذا كم سيارة وضعت في كل علبة? كم سيارة? اذا ست سيارات وضعت. اذا ست سيارات في كل علبة. اذا وضعت ست سيارات في كل علبة. هل تم ترتيب كل السيارات في العلب? لا. لماذا? لان الباقي خمسة. لان هناك تسعة علبة. وضعنا يعني في كل علبة ست سيارات. وباقية خمس سيارات. اذا لا لان الباقي خمس سيارات. اراد عامل نقل ستة وخمسين علبة على عربة يدوية بغوة لا تتسع الا لثماني علبة. اذا هذا العامل اراد نقل ستة وخمسين علبة. وهذه العربة اليدوية لا تتسع الا لثماني علبة. كم رحلة سيجري لنقل كل العلاب? اولا. اراحظ جواب زينب. عدد الرحلات هو ستة. با السعين باحدة الطرق التي تعلمتها للتأكد من صحة جواب زينب. اذا العامل يتوفر على ستة وخمسين علبة. اراد نقلها على عربة يدوية. لا تتسع الا لثماني علبة. اذا سوف نقسم ستة وخمسين على تمانية. اذا ستة وخمسون يساوي اذا تمانية في كم زائد كم. اذا دائما ارجع الى جدول ضرب العداد تمانية. اذا تمانية في ماذا يرطي ستة وخمسين? اذا تمانية. تمانية في سبعة يساوي ستة وخمسون. اذا تمانية في سبعة. تمانية في سبعة يساوي ستة وخمسون. يعني هنا زائد صفر. يعني الباقي صفر. اذا من خلال هذه المتساوية. فانني توصلت بان عدد الرحلات هو سبعة. اذا عدد الرحلات عدد الرحلات هو سبعة. الاستنتاج الجواب. اذا ماذا نستنتج? نستنتج يعني بان عدد الرحلات هو سبعة وان جواب زينب خاطئ. الاستنتاج يعني عدد الرحلات هو سبعة. اذا جواب زينب خاطئ. التصحيح. التصحيح يعني عدد الرحلات سبعة وليس ستة. وزع صاحب محل للحلويات واحد وتسعين قطعة شوكولاتة في علب تتسع كل منها لتسع قطع. اذا وزع صاحب المحل اذا واحد وتسعين قطعة. في علب كل علبة تتسع لتسع قطع. احسب دهنيا ثم احيط عدد العلب التي تم ملؤها بالكامل. اذا سوف اعمل عملية قسمة واحد وتسعون مقصوم على تسعة. دائما استرجع. واتذكر جدول ضرب للعدد تسعة. ما هو العدد الذي اضربه في تسعة ويعقي واحد وتسعون. او العدد القريب منه. اذا هنا واحد وتسعون. اذا تسعة في عشرة. يساوي تسعون. زائد واحد يعني الباقي واحد. اذا هنا عشر علب. هذا هو الجواب الصحيح. اذا احسب دهنيا ثم احيطه. احيطه يعني اعمل دائرة. ما عدد قطاع الشوكولاتة الباقية? اذا الباقي واحد. اتمم المتساوية. يعني واحد وتسعون يساوي تسعة في عشرة زائد واحد. اذا تسعة في عشرة تسعون. تسعون زائد واحد يساوي واحد وتسعون. دائما الباقي استخرجه من عملية الطرح. يعني واحد وتسعون ناقص تسعين. لان تسعة في عشرة تسعون. اذا واحد وتسعون ناقص تسعون يساوي واحد. لان الباقي هو واحد. اذا واحد وتسعون يساوي تسعة في عشرة زائد واحد. وبهذا نكون قد انهينا درسنا هذا. وإلى درس جديد بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.